ناغش وكيل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري مع مندوبين عن المزارعين وجمعية الفلاح الحضرامية المشكلات التي تواجه المزارعين ومنها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومنع دخول الأسمدة الزراعية وزحف العمران على الأراضي الزراعية وما تتعرض له حمولة المزارعين من تقطع من قبل النقاط القبالية بمنطقة الخشعة وأكد العامري اهتمام السلطة المحلية بالمزارعين والقطاع الزراعي مشيرا إلى ضرورة تقديم التسهيلات وتوجيه الدعم المقدم من قبل الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني للمزارع مؤكدا أن السلطة المحلية تتابع بشكل مستمر شكاوى المزارعين وتعمل بشكل جدي على حلها